اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والرخاء والرفعة وقد اعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على ما ابداه من مشاعر طيبة سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يعيد هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين والامتين العربية والاسلامية مشيدا جلالته بالجهود الكبيرة التي يبذلها سموه ومتابعته الحثيثة وادارته الناجحة لفريق البحرين في التعامل مع متطلبات الوضع الراهن والتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مثنيا على الاجراءات الاستباقية الفعالة التي تحقق نجاحات مشهودة لاحتواء انتشار هذا الوباء ومقدرا جلالته في الوقت ذاته العطاء المتواصل للكوادر الصحية والطبية والتمريضية وما تقوم به من عمل دؤوب للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بحضور صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديون الملكي حيث رفع الجميع إلى جلالته أسماء آيات التهاني والتبركات بحلول شهر رمضان المبارك دعين الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالخير واليمن والبركات وقد بدلهم جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة اشتركوا في القناة